اشتركوا في القناة المحددات زي ادوات النكرة وادوات المعرفة النهاردة باذن الله هناخد المحدد التالت بالنسبة له وهو ادوات التجزئة ادوات التجزئة ادوات التجزئة ادوات التجزئة هي محددات بتسبق الاسم لتبين نوعه هل هو مذكر ولا مؤنس وعدده هل هو مفرد ولا جمع وطبعا بتأتي غالبا قبل المأكلات والمشروبات لان هيبقى معناها جزء من ان انا بجزء الحاجة وطبعا بتيجي مع انشطة وبتيجي مع الحاجات طبعا المورال اللي هي غير محسوسة ملموسة يعني اللي هي المحسوسة طيب هناخد اول اداة عندنا وهي دي ودي بتسبق الاسم المفرد المذكر المبدوء بحرف ساكن زي ما نقول عندنا دي اور زبادي دي بولاي فراخ او لحم الفراخ يعني دي كافي اهوة دي تاي شاي دي فروماج جبنة ده بالناسبة لدي المذكر تاني واحدة عندنا هي دولا دولا بتسبق الاسم المفرد المؤنس المبدوء بحرف ساكن زي دولا بنان الموز دولا بنان الموز دولا سالاد دولا سالاد السلطة دولا فيوند اللحمة دولا فيوند اللحمة بعد كده دو الابوستروف ودي بتسبق الاسم المفرد بنوعيه سواء مذكرة او مؤنس المبدوء بحرف متحرك او عش صامتة زي ما نقول دولورانج من البرتقالة دولاويلة من الزيت دولاو من الماء دولاو من الماء الاداية الاخيرة عندنا هي دي ودي طبعا بتسبق الاسم الجمع بنوعيه سواء كان مذكرة او مؤنس زي ما نقوله دي كاروت جزر دي بومبون حلويات او بومبوني دي فغوي فاكهة دي فغوي فاكهة لابا احنا كده عندنا اربع ادوات للتجزئة هما دي دولا دولا اباستروف ودي حناخد بالنا كويس قوي ان تحول ادوات التجزئة الى دو او دو اباستروف في مواضع عدة انا هاخد بالي من التلاتة دول كويس جدا اول حاجة في النفر ما تكون الجملة من فايا خاصة الله قويس جدا اما اقول تي كوت دي شانسون تتستامع للا غاني فعنا نو جيني كوت باد دو شانسون أنا لا أستمع إلى الأغاني أمام صفة جمعة زي ما أقول جي دو بالفراز جي دو بالفراز يعني أنا عندي فراولة جيدة أو فراولة كويسة طبعا بعد ظروف الكمية ظروف الكمية زي كلمة بكو كثيرا طبعا أكثر من اللازم قليلا كافي كام في المثال اللي قدامنا بنقول جي مانج دو فراولة يعني أنا باكل فاكهة جي مانج دو فراولة أنا باكل قليلا من الفاكهة إل بوا دو لعن يعني هو يشرب من الماء إل بوا بكو دو ويشرب كثيرا من الماء فحلا حستغير دي مع كلمة فروي إلى دو في الجملة الثانية دو أصبحت دو أبا ستروب بس لأن سبقها ظرفه من ظروف الكمية كمان بتيجي إذا كان قبلها كمية محددة بعدد أو بعبوة معينة عبوات أو عدد بنسميها كميات محددة زي ما قول جي مانج دو تابلات دو شوكولة يعني أكلت قطعتين من الشوكولة نو بوووو كاتر تاس دو كافي يعني إحنا شربنا أربعة فنجيل من القهوة حلاحظ بقى هل أدوات التجزئة اللي إحنا خدناها بتيجي بس مع المأكلات والمشروبات؟ لا دو بتيجي مع فعلي يمارس مع الأنشطة والألعاب الرياضية والآلات الموسيقية والمواد الدراسية مع بربفائر شوفوا المثال بنقوله جي فيدو الأسكالاد أنا أمارس تسلق الجبال الفيدي بيانو هي تعزف البيانو طيب كمان بتيجي مع فعلي أفوار زائد أسماء الأمراض أفوار زائد أسماء الأمراض زي ما قول جي دي كانسر أنا عندي سرطان ألا دولاجريبة هي عندها أمفلوانزة كمان بتيجي مع التعبير يوجد إليا مع كلمات الطقس زي كلمة بلوي مثلا مطار فون زي في المثال قدامنا بيقول إليا دي سوالي يوجد شمس إنيا بادو برويا لا يوجد شبورة يبقى احنا تعلمنا هنا إن فار إن أفوار إن إليا ممكن يجي بعدهم أدوات تجزاء في مواضع عدة وخاصة حناخد كمان أهم الأفعال اللي بيجي معها أدوات تجزاء أدوات تجزاء وأنا بحدد كلمة أدوات تجزاء لإن أفعال تانية بتاخده برضو ولكن بيكون مش أداة تجزاء عندنا بتكون أداة معرفة مضغمة احنا متكلم على أدوات التجزاء هنا والأفعال دي هامة بالنسبة لنا ومعظمها هتلاقيها أفعال خاصة بالأكل والشرب زي كوموندي يطلب مونجي يأكل بوار يشرب إليا يوجد أجوتا يضيف فولوار يريد فاغ يمارس أو يعمل أشتا يشتري فوندر يبيع بروندر يعني يأخذ طبعا الأفعال دي أحفظها كويس قوي وأعرفها عشان أبقى بعرف أكتب سياق الجملة بطريقة كويسة طيب نين بقى للتمرين هنا تمرين قدامناه مكتوف في أول جملة أنا هحل خمس جمل منهم وحسب لكم باقي الجمل أنتو تحلوه جفا دولا شاس جفا دولا شاس يعني أنا أمارس الصيد الشاس طبعا هي صيد الحيوانات وحتاخد دولار هي رقم سين إن في با إن في با الجملة منفية فحناخد دول أولانية عشان النافي طبعا أنا لا هو لا يمارس التزلد نو فزام دولا اكتا سين هاخد دوfeeding هاخد دو ابا وح؟ هتبقى دول velocidadvable لي هيا الفروساين Anthonyugen لابوكس هنا بقى مش هاخد ادات تجزئة لان هو جاب لي و احنا عارفين ان افعال الميول ما بتاخدش ادوات تجزئة بتاخد ادوات معرفة. الجملة اللي بعدها وبعدين دي تينيس هناخد الاولى طبعا على اساس ان كلمة تينيس طبعا كلمة مذكر. وبقية الكمال حاولوا ان احنا نعرفها كويس جدا مع بعض. ما تنسوش.